يوجد رجاء أحباء من واصل حديثنا مع القصة فريدي صالح بعنوان بموضوع الحلقة يوجد رجاء شفنا في البداية قسيس صورة يمكن مظلمة حالكة شفنا أنواع الجراد من بدايته للطيار أكل الإخضر واليابس وفي مواضع تاني يتكلم عن مظلم يعني كأنه كل شيء أظلم بسبب كثرة الجراد والكارثة العزمة وبعدين رحنا أنه يبست البهجة يعني وصلت ضربة الكل الأغنياء الفقراء الفلاحين وحتى خدام الرب أكلوها يعني ما فش حدا استثني محد سلم من الجراد لكن في حبقوق في صورة كمان مظلمة حبقوق يتنبو عم بيسأل هون حبقوق اللي بيسأل الرب يعني طب أوكي إحنا بيتكلم عن المؤمنين عن شعب الله طب إحنا يعني أخطأنا وأزنمنا بس طبعا إحنا شوي أسهل من هاي الأم المرة القاسية طبعا بيقصد الكلدانيين وبيتكلم عن خراب عن ضمار عن قضاء إلهي طبعا بيتكلم عن دخول بابل بسبب الخطية وأنه بتعادوا عن الله ولكن الصورة في حبقوق ثلاثة بيستسلم وعن بيقول وهنا عاوز تعليقك فمع أنه يعني هو مش بيقول يبست كده مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المداود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصة إيه الفرق هو ده بالزبط أولا أنا بعتذر بس عن في الجزء الأول إذا لحباء المستمعين والمشاهدين حسوا أن أنا يعني ضل امتها شوية لا 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 لكن هو الواقع يعني يمكن كده وده على فكرة الضلمة اللي تبين قيمة النور والنور يبان أو يقيمته وحلوته لما ييجي وسط الضلمة يشرق في وسط الضلمة أشكرك عشان الشاهد اللي حضرتك قلته ده والحقيقة صورة قريبة بيرسمها حباقوق أنه برضو خراب التين مش بيزهر حمل ما فيهش في الكروم الزيتون كذبت بمعنى ما بتطلعش يعني ثمر بس وصل نفس الفكرة اللي احنا ختمنا بيها الحتة اللي فاتت الجزء اللي فات لما قلنا إنه إيه اللي ممكن لو حصل يجيب البهجة ولا حاجة عشان كده حباقوق لما وصل للحالة دي قال أفرح بمين بالرب بالرب أفرح بالرب عشان كده بنقول وبنعلن هذا وده اختبارنا ويقرنا من خلال كلمة الله من خلال اختبارنا الشخصي كل من يعتمد على أساس آخر لسلامه والفرح قلبه هو يتبع صراب وسيبقى دائما تحت رحمة الظروف هنا ما كانتش لسه تينة جابت ولا الكروم أسهرت ولا أحد لكن في وسط الحالة دي قال أفرح بالرب أبتهج بإله خلاص يبقى الله وحده وحب أقولها بطريقة تانية يبقى يسوع وحده لأنه في يسوع هو الله الظهر في الجسد وهذا ما رأينا فيه ملء اللهوت في يسوع عشان كده ده اللي قلنا الوقت اللي فات هو الحل ليه لأنه هو ده السابت وقدر أفرح به ومعاه بالمناسبة معنى كلمة يؤيل لو احنا يؤيل يعني الرب هو الله الرب هو الله والكلمة ده التعبير ده بالنسبة لليهودي يربطه على طول لما يتقال يؤيل أو الرب هو الله يربطه بإله العهد والأمانة نعم وده يعطي سلام جبتها منين دي عايزة أرى لحضرتك آية بس في تسنية صح 7 يقول كده فاعلم صح 7 تسنية 7 وعدد 9 فاعلم أن الرب إلهك هو الله هو ده التعبير بتاع الرب هو الله اعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه فالتعبير بتاعي وإيهل ده الرب هو الله بالنسبة لليهودي أول ما يتقال يتذكره يتذكره على طول بإله العهد والأمانة حافظ الإحسان وده اللي يفرح ده اللي ديني رجاء إني ويرجعنا لفكرة مسؤولية الله تجاه ولاده وشعبه إنه في عهد وإذا كان الشعب القديم فرحان بالعهد اللي للرب مع إبراهيم وموسى إحنا عندنا عهد أقوى إحنا عندنا عهد صنع بالدم أكيد دم يسوع المسيح وهذا طبعا بحسب الفكر اللي يسمى رأس العهد يعني الله يعني ربط نفسه في علاقة في عهد مع شعبه من خلال رأس العهد اللي هو يسوع المسيح فهذا العهد إما أن نقبل أو نرفض لكن الشيء اللفت انتباهي أنت ركزت على مسؤولية الله تجاه أولاده أنه مرتبط معهم بالعهد وأنه متحد معهم حتى بالألام ولكن في حبقوق منشوف أنه برضو في حرية أنه رغم كل الصورة الصعبة بس أنه حبقوق قرر صمم مع كل هاي الصورة أنا عاوز أفرح عاوز أبتهج بالرب لأنه هو المسيطر وهو اللي ماسك زمام كل الأمور أنا أشكرك جدا على الفكرة دي يا سيس نزار لأنه عارف لما يقول أنه رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى التعبير ده غريب قوي في حد يكره يتعزى ساعات بنكون كده وده اللي حضرتك قلت عنه مسئولية حبقوق في أنه مسك في الرب واستقبل تعزيات الله ففرح به ساعات بنقبأ أن نتعزى يعني عارف ساعات نغوص قوي في الحفرة ننزل قوي في المشكلة ننزل قوي في الألم نضغط بزيادة وكأننا بنقفل المسام الروحية بتاعتنا عن استقبال تعزيات الله أنا محتاج في الأوقات الزيدي ودي دعوة لشعب الرب ولكل حد حاسس بعدم سلام دوري هو حبقوق قبل ما يوصل للهتة دي قال إيه على مرصدي أقف طلع فوق كده كأنه شاب فوق الحفرة يعني أنا بشبهها كده هو كان في الحفرة رح طالع فوق كده ووقف على مرصده ونظر إلى فوق وانتظر الرب فده ده الوقت اللي ننفع فيه نستقبل تعزيات الله لنا اشتركوا في القناة